اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الهوبستاند او الهولدر اللي انا بقدر اطرز من عليه وقلنا انه هو ينفع تحطيه قدامك كده وتشتغلي ولكن انا من النوع اللي حب الحاجة تكون فحضني كده وشغالة فيها في الوقت نفسه مستمتعة ورقبتي مش مميلة قوي وحاسة بواجع فيها طيب اعمل ايه مليش يعني حاجة ان انا اقدر استخدمها لقليك يا ستي وتقدري تستخدميها وبسهولة فيه هولدر تاني وهو الهولدر ده الهولدر ده تقدري تستخدميه برضو بسهولة وببساطة وتنفذي الحاجة اللي انت شغالة عليها وانت قاعدة مريحة مش لازم خالص ان انت تحطيه على طرف عيزة ممكن تستخدميه وانت حطيه على رجليكي وببساطة شديدة هيرياحك جدا طيب الهولدر ده يعني ايه الفرق ما بينه وبين التاني زي ما قلتلك اهم حاجة فيه ان انت تقدر تستميه بالحجم اللي انت عايزاه وفي الوقت نصه هيكون مميز جدا معاك طيب انا جابني الهولدر اللي فات واشتريته او عملته عند النجار ودلوقتي انت جبتلي الهولدر ده ممكن تكون تكلفته ارخص علي من الهولدر التاني ايه المميز يعني ما بينه وبين الهولدر السابق هو الحجم يعني ايه الحجم يعني انت دلوقتي الهولدر السابق كنت بتعملي حاجة سغنطوطة على قدك عندك قطع معين مش حابة ان انت اتمييل رقابتك قوي وانت شغل عليه وصلحتيه على الهولدر التاني وسهل عليك الهولدر ده بقى ايه فايدته او ايه الميزة فيه زي ما قلتلك الميزة تبعه الحجم يعني ايه الحجم يعني انا لو شغل على حاجة اضخم بكتير من ان انا استخدم طار التطريس هعمل ايه هتستخدمي الهولدر ده وفي الوقت نصه هتبقي قاعدة مرتاحة وشغلة يعني مش مطارة تعودي على كرسي تفرديه على حاجة يعني انتو عارفين قاعدة النول بتكون مزعجة شوية بالذات لو شغلة بالابرة الشرقية فيه حاجات معينة انا ببقى مطارة دايما امسكها بأدية وبيكون ليها وزن فالهولدر ده بيريحني من الحوار ده تحديدا انا بشتغل على رسمها فيها بكسالة كتير بكسالة اللي هي مربعات صغنانة اللي احنا بنستخدمها في التابستري بنستخدم زيها برضو في التطريس لما بعمل غرز الكروس او الاكس بستخدم حاجات تانية مختلفة فكل ده انا ببقى محتاجة ان انا اركز واميل فبدل ما اميل بشكل اوفر قوي لدرجة انه يقضي منطقة الرقبة عندي وانتو عارفين انه بشتغل هند ميت بيعاني من حاجات كتيرة وتشتغل في التطريس فصابعك او الانامل عندك بتتعب من مسكة الابرة الرقبة او فكرات الرقبة بتتعب من التميل وبرضو عندنا احنا في الكرشية ولكن لسه مغفر الناش الموضوع تفصراحة برضو بتكون متعبة بتشتغلي على نول فانت بتتعب من قاعدة الكرسي وفردة الظهر الزايدة او التميلة الزايدة لما بتيجي تستوصل المستوى تحت قوي او فوق زيادة عن اللازم يعني فالمسألة نعمة بتكون متعبة شوية فالماكينات دي ما هي الا بس التسهيل نوعا ما انه اقدر استخدم الحاجة وكون مرتاحة بنسبة على الاقل سبعين في المية او تمانين في المية لكن طبعا ما فيش راحة في الشغل اليدوي بنسبة كبيرة يعني هو كله عبارة عن شرف والشرف دايما بيولت حاجات كتيرة ولكن معا كمان بيكون التعب وبس هولدر زي ده يا ترى ممكن تستخدميه او متستخدمهوش مش عارفة قولي لي رأيك في الكومنتات بالنسبة لي هيريحني لو انا بشتغل شغل الابرة كتير قوي 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 هيريحني منه افضل مسكة الحاجة ومضطرة ان انا افردة هي مفروضة قدامي زي اللوحة وهقدر ان انا اشوف كل التفاصيل واشتغل عليها وقت ما احب وكده معلومة النهاردة تكون خلصت اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة اي حاجة بتشوفوها عندي هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف ولو بتشوفوني من على تيك توك او الانستا هتلاقو اللينكات دي موجودة في البيو ما تنسوش تتابعوني هناك مع السلام باي